تعيشها عائلة محمد الساكين بحي العقب بالعاصمة في بيت هش يشك على الانهيار بعيداً عن مرأة المسؤولين حيث تعتبر هذه العائلة منسية من طرف لجنة الإحصاء منذ خمس سنوات لحد اليوم وعود من طرف المسؤولين السابقين جعلت محمد وزوجته يطرقون أبواب رئيس البلدية ووالي العاصمة لكن هيهات رغم مرض السيد محمد وقساوة العيش في هذا البيت الهج لا تزال العائلة صامدة وكلها أمل في رئيس المجلس الشعب البلدي لبلوزداد في منحهم سكناً محترماً يأويهم قبل إنهيار البيت فهل ستتحرك الجهة المسؤولة وتنظر؟